في ظل صمت عربي مطبق وآخر عالمي مرتفع للاعتراف بدولة فلسطين قررت القيادات الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرارات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا بعد اعتراف كل من فرنسا وأسبانيا وألمانيا وإرلندا وبريطانيا بدولة فلسطين ويبدو أن عباس لن يرجع خائب اليدين هذه المرة عقب تصريح للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون عن آماله باعتماد مجلس الأمن قرارا يؤحدد الفترة الزمنية للاعتراف بدولة فلسطين الذي سيسهم بحسب أمينه العام في استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي هذه الخطوات ستتزامن مع زيارة مرتقبة لأمين الجامعة العربية نبيل العربي إلى فرنسا للتأكيد على حق الفلسطينيين في دولة مستقلة هذه التحركات أثارت حفيظة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعرب عن قلقه من تداعيات الفلسطينيين واعتراف عدد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين مؤكدا أنه سيعارضها بكل ما لديه من قوة معتمدة على الموقف الأمريكي الواضح وبين حق النقض الفيتو والاعترافات الدولية ترى هل ستحصل فلسطين على حقها المسلوب منها منذ عقود أم ستبقى على ما هي عليه؟ ترجمة نانسي قنقر